بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عرب وعمر الدوني معكم arabic html.com طبعا نهاردة هنكمل مع بعض باقية السوبر جلوبل بتاعنا هنشتغل على بوست المرة دي طبعا احنا بصينا على جيت وازاي نحن احنا ممكن ناخد المعلومات بتاعتنا عن طريق اليور ال طبعا بوست زي ما بنقول بتبقى فيها سيكوريتي شوية على اساس ان هو بيبقى فيها المعلومات بتاعت الفورم لانها بتستحب انها تشتغل الفورم طبعا بيبقى فيها النام الايميل مش عارف ايه الحاجات دي كلها في حاجات كتير ما ينفعش ان هي تتحط في اليور ال مش كده بس ممكن بندفع عن طريق الفورم مثلا بقي زي باي باو او الحاجات دي كده كلها طبعا احنا شغالين طبعا على Arabic Responsive Framework Horus لانه طبعا معرب و احنا شغالين عربي بس في نفس الوقت السيستم او التكنيك اللي احنا شغالين عليه ممكن تشتغل بي على اي فريمورك تاني طبعا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وتؤكلنا على الله طبعا هقفل ده خالص الوقتي طبعا احنا هنا انا عامل زي localhost slash admin slash files slash post dot php وطبعا لو رحنا هنا على sublime text هنلاقي طبعا الفايل بتاعنا post dot php موجود عندنا في نفس المكان والزمان اللي احنا شغالين فيه طبعا في الفايل بتاع في الفولدر بتاع الفايلز فاحنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وتؤكلنا على الله على اساس ان احنا نبدأ نشتغل على الفورم بتاعتنا وهنبدأ نشتغل على الفورم هنعمل بس زي فورم كده بسيطة جدا طبعا هنيجي هنا هو هنقول مثلا ان احنا عايزين هنا نقول هنا post php وبعد كده هنيجي ننزل تحت على اساس ان احنا هنعمل هنا اول حاجة ال h1 tag وهنيجي هنا نقول log n جميل وهنيجي ننزل تحت على اساس ان احنا هنقول هنا الفورم بتاعتنا وهنقول action بتاعتنا احنا عندنا كزا طريقة لل post بتاعتنا طبعا اللي بتبقى الطريقة الاصعب شوية ان احنا هنشتغل على نفس الفايل لان طبعا نفس الفايل بتبقى صعبة شوية فاحنا هنبتديها فعلا بنفس الفايل وبعد كده هنيجي نبص عليها ازاي نعمل المعلومات من فايل لفايل تاني وبعد كده هنرجع لنفس الفايل لان طبعا كل حاجة في فايل واحد بتسرع ال page وبنفس الوقت ما بتخليش ما بتخلناش نعمل refresh من غير اي ajax او الحاجات دي كلها طبعا forum action هنسيبها ال action زي ما هي وهنسيب بس الماثد بتاعنا هيبقى post طبعا لان احنا طبعا عايزين نستعمل post وهنيجي نخش جوه على اساس ان احنا هنبتدي وهنيجي هنا ونقول ان احنا عايزين هنا ال label وهنيجي نقول هنا ال for هنيجي نقول هنا for name ماشي وبعد كده هنيجي هنا نقول هنا name وهنيجي ننزل تحت على اساس ان احنا هنعمل اول input لنا هنقول هنا input وبعد كده طبعا input بتاعنا هيبقى text ال name بتاعنا طبعا ال name دي هتبقى من الجزئيات المهمة جدا عايزين نتكلم عليها تاني ونرجع لها تاني هنبقى كده name وبعد كده هنعمل هنا زي place holder هيبقى your name طبعا الجزئي دي طبعا من اول HTML5 بتبدأ تشتغل عليها طبعا هنيجي هنا هوا على اساس ان احنا عايزين نعمل اي تاني عايزين نعمل label من اول جديد وهنيجي نقول هنا for password وهنيجي هنا هوا ونقول هنا password بتاعتنا وهنزل تحت هنا على اساس ان انا عايز اعمل ال input بتاعتي اخر input خالص طبعا هنا type مش هيبقى text هيبقى password لانا طبعا مش عايزين نطلع علينا الكلام اللي احنا بنكتبه احنا عايزين نشوف الكلام زي النقطة الصغيرة او البولوت الصغيرة اللي احنا بنشوفها لل password وهنا طبعا ال name وهنقول ان احنا عايزين نسميها password هيبقى اخر input لنا خالص وده اخر كلام يعني وهنيجي نقول هنا ال input بتاعنا وهيبقى submit وهنيجي نقول برضو name بتاعنا هيبقى برضو submit وطبعا هنا value هيبقى send جميل جدا احنا الوقت اللي عملنا control s وروح نشوفنا احنا عملنا ايه وروحنا هنا هو وعملنا refresh طبعا هنا زي ما احنا شايفين ال name ال login بتاعتنا ال name وطبعا هنا في your name اللي هي placeholder بتاعنا طبعا اول ما هيجي نكتب هنا اي حاجة هنلاقي طبعا ال placeholder بتاعنا بيختفي وهنا ال password بتاعتنا طبعا هنا كل حاجة النقط بتاعتنا تمام ولو جينا عملنا send طبعا هيجي عملنا send طبعا لسه مش اي حاجة خالص طبعا لو جينا بصنا على ال design والstyle عايزين بس نبص على ال style ليه لان طبعا احنا نعمله style بس شوية خفافة وبعد كده قدام ان شاء الله عايزين نبص على شوية حاجات ازاي نحنا ممكن نعمل لها style من ال php بتاعنا طبعا هاجي اروح تاني على الفايل بتاعي وعايز اتكلم قبل ما نيجي نعمل style او اول ما نيجي نعمل اي حاجة خالص عايزين نيجي نبص على ال name طبعا هنا ال input بتاعنا ال type بتاعو التكست وهنا طبعا ال name اللي هو name وهنا طبعا ال password بتاعنا في هنا name اللي هو password وبعد كده submit اللي هو name اللي هو submit بمعنى احنا لو جينا بصنا المرة اللي فاتت اللي تابع معاي get طبعا احنا كنا بنقول ال question mark او علامة اللي استفهامه وبعد كده بنيجي نقول page او id او الكلمة دي كلها بتساوي وبعد كده بنكتب ال url كنا بنقول ايه دايما كنا بنقول ال id او page او الجزئي اللي انت بتكتبها هي دي كلمة السر اللي احنا بناخد منها المعلومة من ال get طيب name هنا ها في post post طبعا عشان ما بتشتغلش تابع ال url طبعا احنا هنبص على ال url بتاعتنا ازاي بتشتغل والكلام ده كله احنا لو راحنا بصنا تاني وجينا هنا عملنا هنا امرو وهنا طبعا كده بنى برضو امرو وجينا هنا عملنا send هتلاقي طبعا كل حاجة عامل send بس طبعا هنا لسه ما فيش اي حاجة في ال page بتاعتنا او ال url بتاعتنا اللي لان طبعا بتبقى كل حاجة security وهنبص على url من اول وجديد يبقى ال name بتاعتنا هنا هاو دي كلمة السر بتاعتنا اللي احنا بنبدأ نعمل بها target لجزئي معاينة طبعا هنا احنا بنقول name name طبعا يبقى احنا هنا او ده لل name بس وهنا طبعا ال name بتاعنا password لانذا طبعا لل password بس وهنا طبعا ال name submit على اساس ان احنا عايزين نعمل target لل input بتاعنا هنيجي نطلع هنا اهو على اساس ان احنا عايزين نعمل بس اي شوية styleات خفيفة كده او هنيجي تحت title بتاعنا او تحت ال head بتاعتنا على اساس ان احنا نقول هنا style وهنيجي نخش جوه على اساس ان احنا نقول هنا ال h1 tag وهنقول text align هنخلي center وبعد كده هنيجي ننزل تحت على اساس ان احنا نعمل بس زي padding for padding top هيبقى نقول هنا top هيبقى 30 pixel وبعد كده هنيجي ننزل تحت ونقول هنا color بتاعنا طبعا هنيجي نلعب في هنيجي نلعب ما بين الرمادي والرمادي الغامي والفتح والحاجات دي كلها وطبعا هنا يبقى احنا لو طلعنا من ال h1 tag وهنيجي نبص على ال label وهنيجي نقول هنا display inline block اخر حاجة خلص هتبقى ال input طبعا ال input بتاعنا وهنيجي نقول هنا عايزين ال display بتاعتنا هتبقى block وهنيجي كمان ننزل تحت على اساس ان احنا نعمل ال width بتاعنا هيبقى 100% وبعد كده هنيجي ننزل عليها خالص وانيجي نقول البدنج بتاعنا هيبقى 5 pixel وبعد كده هيبقى هنا zero لانا طبعا احنا مش عايزين اليمين والشمال خالص وطبعا هنا لو طلعنا فوق طبعا ممكن اكتب الفورم تحت على فكرة بس انا بحب كل حاجة قدما انا عامل هنا الشغل بتاعي ال h1 الفورم الكلام ده كله بحب اخدها دايما في ال css بتاعتي بنفس الطريقة على اساس لانا ما توش بين css بتاعتي الشكل اعمل ازاي بها جاينا اقول الفورم وعايز ان نلعب في الفورم شوية هنقول هنا الماكس داش واذ هيتغليهم مسلا ربعمية بكسل اه هنيجي ننزل تحت ونقول هنا المارجن بتاعنا المارجن وهنيجي نقول اه خمسة برسنت عساس نحن ننزلها شوية تحت وهنيجي نقول بعد كده هتبقى الاوتو وهنيجي وهنقول هنا ال background بتاعتنا وهنيجي هنقول ddd وهنقول البوردر هيبقى واحد بكسل solid وهنيجي نقول تسعة 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 تاني ماشي يا عم وبعد كده اخر حاجة خلص هتبقى البادنك بتاعتنا هنيجي نقول خمسة اشرة بكسل هيبقى فوقه تحت وبعد كده عشرة بكسل يمين وشمال ولو عملنا كده وروحنا كده وعملنا كده وكده وعملنا ريفرش وعملنا كده طبعا زي ما احنا شايفين بالصبعا عايزين ناخد جزئية ال الانبوت بتاعتنا طبعا الانبوت بتاعتنا بدل ما نيجي نعمل class للsubmit والكلام ده كله احنا ممكن نقول هنا الانبوت بتاعنا last-child وهنقول margin-top هيبقى عشرين بكسل ctrl s وهنيجي نروح نشوف احنا برضو عملنا ايه وهنعمل ريفرش تاني هنيجي طبعا نلاقي طبعا ascend بتاعت النزل لانه طبعا هو اخر input يبقى هو last-child بتاعنا يبقى احنا كده عملنا زي log-in كده بسيطة لو جينا بصين هنلاقي ال name بتاعنا وال password والحاجات دي كلها تمام انا لو دخلت الوقتي على اساس ان احنا عايزين نبدأ نبتدي ال php بتاعنا وهنيجي هنا هو على اساس ان احنا عايزين نبتدي نقول print-r زي المرة اللي فاتت تعالوا نكتب يا الله print-r زي المرة اللي فاتت على اساس ان احنا نبص احنا عملنا ايه وهنيجي نقول هنا php وهنخش وهنيجي هنا نقول له print-r طبعا هتبقى post اي حاجة تبقى post اعمل لي عليها print-r ctrl-s وهنيجي هنا نروح وطبعا لو عملنا الوقت ال refresh هنيجي طبعا هنا لان طبعا هنا هو كان لسه فاكر المعلومات الاولانية بس طبعا مش عايزين يفتكر المعلومات الاولانية خالص هو لسه فاكر برضو المعلومات الاولانية دي البروزر الجميلة طبعا لو عملت الوقت ال refresh طبعا هنا وهنا اعمل لها كده ها طبعا هنا زي ما بنقول يا يلا معلش وانا مش عارف بقى هو ليه لسه فاكر المعلومات دي بس طبعا هنا ال array بتاعتنا هنا ال name بتاعنا هنا ال password هنا هنا ال submit هنا ال send هنا لو بصينا طبعا ال array المفروضة انها تكد جلنا فاضية بس طبعا هنا هو لسه فاكر الاسماء هنا زي ما قلنا name password submit send طيب لو جينا بصينا هنا هو وجينا نزلنا تحت كده هنلاقي هنا هو طيب هو بيكلم على ال name اللي هو ال name وبيتكلم على ال password اللي هي ال password وبيتكلم على ال submit اللي هو submit وال value بتاعه send يعني احنا الوقت لو جينا هنا هو وروحنا على ال بروزر بتاعنا وجينا هنا وقلنا هنا امرو aldweenي وهنيجي هنا نقول برضو امرو aldweenي وهنيجي هنا نقول send هنلاقي هنا طبعا ال array بتاعتنا قالت ان ال name هو امرو aldweenي ال password بتاعتنا امرو aldweenي وبعد كده send اللي هي submit اللي هي send يعني الوقت لو غيرتنه وقلنا هنا جيدا aldweenي وجينا هنا وقلنا جيدا وجينا هنا وقلنا enter طبعا جيدا مش aldweenي دي خالص سيبك منها بس طبعا هنا لو جينا بصنا هلاقي طبعا هنا name جيدا aldweenي ال password طبعا الصعبة جدا اللي احنا عملناها لو مش حد يارف اعملها وبعد كده طبعا submit اللي هو send بتاعنا جميل جدا يبقى هنا المعلومات اللي احنا بنكتبها في البوست بتاعتنا هي دي المعلومات اللي بتظهر لنا هي دي المعلومات اللي احنا بنبدأ نلعب فيها لو جينا بصينا هنا هو فوق على ال url بتاعتنا هنلاقي ال url بتاعتنا لسه زي ما هي slash post dot php من غير اي حاجة تانية لان طبعا المعلومات دي بتبقى security لان طبعا كل حاجة ما ينفعش الحاجات دي تظهر على url بتاعك زي name الحاجات دي كلها لو انت بتدفع حاجة عن الفورم الكلام دا كله طبعا الحاجات دي ما ينفعش تتبعت عن طريق url اللي بتبقى حاجات زي categories بش عارف ايه كلام دا كله اللي احنا بصينا عليها المرة اللي فاتت في get وطبعا هنا بيبدأ مهمة post مع الفورم هنيجي الوقت على اساس اللي احنا عايزين نبدأ نشتغل على post بطريقة يعني ايه اكبر شوية بدل ما شفنا الوقت print r وعايزين نيجي نبص ونبدأ نشتغل عليها يبقى ازاي بس طبعا احنا زي ما قلنا هنا هوا ان احنا طبعا شغالين في page واحدة كل حاجة بيبقى ليها قواعد واللي احنا ازاي نشتغل عليها لان طبعا الوقتي لو انا الوقتي جيت عملت variables وقلت هنا الverbal بتاعي name وجيت هنا هوا وقلت ان انا عايز post وطبعا هفتح الpresses بتاعتي وهنا هوا واكتب هنا ال name بتاعي اللي هو ال name اللي موجود في الفورم وجيت هنا هوا وجيت هنا هوا وغيرت ال name وخليت دي هنا هوا وخليتها password بس وخلاص ولو جينا بس دخلنا جوه على اساس ان احنا عايزين نكتب ال word يبقى احنا كده واخدين ال password بتاعتنا ماشي احنا لو جينا نزلنا هنا هوا الوقتي وقلنا طبعا ان احنا عايزين نعمل هنا نقول echo welcome name your password is pass جميل كده احنا لغادي الوقت احنا مكتبنش اي حاجة php غلط بس احنا الوقتي لو عملنا الوقتي ctrl s وروحنا هنا هوا وعملنا refresh وان هنا دور خان وهنا تلاقي هنا هوا طبعا طبعا هو هنا لسه حافظ الجزئية دي طبعا رجعت تاني طبعا هنا هوا احنا كنا فاتحين مع بعض كروم بس كروم كناري على معتقد او وكان دي بس على مطار قناري طبعا ده على اساس انه هو بيبقى الحاجات اللي فيه بتبقى قليلة جدا على اساس انه بيعرفك حاجات كتير فطبعا انا مش لاقي ال error اللي احنا مفهود نتكلم عليه فطبعا انا فاتح الوقتي كروم العادي وهنا طبعا جالي طبعا ال undefined طبعا هنا لو عملت الوقت ال refresh تاني وجيت هنا وعملت ال refresh تاني طبعا هنا هوا احنا لو جينا بصنا على كود احنا لسه ما عملنش اي حاجة خالص هو الجزئة اللي احنا كتبناها ولو جينا هنا هوا الوقتي وجينا بص هنا بقولك هنا undefined index name مش عارف ايه لا 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 وهنا undefined password الجزئة دي لانه طبعا هو مش لاقي وبعد هنا بقولك welcome your password is ولو جينا هنا هوا الوقتي وجينا وقلنا ان احنا عايزين نقول ايه kiara aldoini وجينا وهنا قلنا kiara aldoini وقلنا الوقتي send هنلاقي طبعا ان ال error بتاعنا او undefined بتاعنا راح لانه طبعا الجزئة دي زي ما قلنا بيبقى ليها قواعد هو الوقتي اه خلاص انت الوقتي حطيت حاجة جوه post بتاعتك جوه name وحطيت جوه password بتاعتك وعملت send فطبعا انا بجيب لك الجزئة اللي هي موجودة بس طبعا لان انا لسه ما كنتش حطيت اي حاجة خالص جاي اللي طبعا ال error دوان فطبعا احنا ازاي عايزين انا تلاشة الجزئة دي احنا لو جينا الوقتي وهاجي الوقتي اقول يا شلي بس الجزئة دي الوقتي وجينا تعالوا ناخدها لغاية ما نطلع لغاية ما نطلع بره ال error خالص وهنيجي هنا نقول ان احنا عايزين نقول F وهنقول ال condition بتاعنا طيب ماشي احنا الوقتي عندنا ثلاثة name اللي هو ادي الله واحد اللي هو ال name دوان ودي ملوش تاني اللي هو ال password ودي ثالث واحد اللي هو ال submit بتاعنا جميل هو كده ولا كده هيكتب ال password ال name صح وبعد كده هيكتب ال password وبعد كده هيعمل click على ايه هيعمل click على submit يبقى احنا هناخد ال submit دوان انا طبعا هو هيعمل click على submit يبقى اخر حاجة هنبص فيها اللي هي submit يبقى هنيجي نقول لو ال post بتاعنا اللي هو جايل لنا من من الفورم بتاعتنا وهنيجي هنا نقول submit جميل هو الوقتي لو عمل داس على submit بتاعنا وهنيجي هنا نحط تاني ال variable بتاعتنا وهنيجي ننزل تحت على اساس ان احنا هنكتب تاني echo welcome name your password as اللهم صلى عنا بها تبقى pass بس كده الوقتي control s قبل ما نيجي نروح نعمل refresh ونروح نبص احنا الوقتي كتبنا ال submit post submit يعني اول ما هيجي لك submit طبعا هنا احنا عملنا ال variable بتاعنا جوا وبعد كده بنقول له echo جزء ادي if هو عمل submit صح ولا طب هلتعتقد الوقت هيجي لنا error ولا لا وعملنا refresh كمان مرة هنيجي هنا هو نبص ان احنا برضو بيقولك undefined طبعا ال variable الوقتي لو جينا بصينا هنلاقي error بتاعنا قل شوية undefined index submit يبقى هو الوقت بيدور بس على submit بتاعك sub name وسب ال password وبقى عندنا error واحد بس طيب ماشى عشان نحل المشكلة دي انتعالو بس نقف البروزر ده عشان دقيق اني خالص وبعد كده هنيجي هنا نخش جواه على اساس ان احنا نكتب set وهنيجي ناخد الجزء دي وهنحطها طبعا ما بين البريسس بتاعتنا control s يبقى احنا الوقتي بنقول له ايه يبقى احنا الوقتي الاول كنا بنقول له if هو عمل submit بس طبعا لغاية دلوقتي احنا بنكتب php عادي بس الوقتي احنا هنحط set يعني لو هو لو الجزء دي لو هو بعد كده عمل submit لو هو عمل submit يبقى حطي الجزء دي لو هو ما عاملش submit يبقى ما تحط ليش الجزء دي خالص لكن ال php بتاعي لا وجودة لا فطبعا احنا الوقتي لو روحنا التاني كده وعملنا الوقت refresh هنلاقي طبعا كل حاجة الوقتي بقى شكلها جميل جدا اللوج ان بتاعتنا جايلنا كلها شياكة كده ما فيش اي حاجة خالص وهنيجي هنا هو وهنيجي هنا نقول amro alduino وبعد كده هنيجي هنا نقول هنا alduino وهنيجي هنا نقول send هنلاقي طبعا هنا هنا welcome amro alduino your password is jaden جميل جدا احنا الوقتي لو عملنا الوقتي control u وجينا بس هنا فوق هنلاقي طبعا هنا welcome jaden alduino your password is jaden ولا هي موجودة في paragraph ولا هي موجودة في span ولا هي موجودة في اي حاجة خالص وهاجي ان انا هنا هو عايز افتح مثلا ايه هفتح هنا dev طبعا هقول هنا الايكو بتاعي الاول واقول هنا dev وهديله كمان class طبعا اكيد في ناس كتير بسط معي على جوز ايدي واللي هو double codes وال single codes ومش هقولها تاني وبعد كده هنيجي هنا نقول ان احنا عايزين نسمي الكلاس بتاعنا info هنيجي نخش جوه على اساس ان احنا هنيجي نقول echo وهنحط h2 tag وهنقفل هنا h2 tag الاول احنا طبعا تعالو بس نخلص الجوز ايدي على طول كده هوا وهنيجي ناخد الجوز ايدي كده هوا ctrl c v وبعد كده هنيجي ننزل تحت على اساس ان احنا نعمل هنا echo اهل حقا خلص هنقفل dev بتاعنا طبعا احنا لسه هنزبط كل حاجة على اساس ان نهاية كل حاجة تظهر كده شكلها حلو جميل فطبعا هنيجي هنا اهو هندخل دول كده جوه وبعد كده هنيجي هنا نخش بعد ال h1 tag بعد ما تفتحت هنخش جوه وهنيجي هنا نقول مثلا ايه echo welcome your name as name وبعد كده هنيجي ننزل تحت على اساس ان احنا هنخش هنا اهو وهنيجي نخش جوه تانى ونقول هنا echo وهنقول هنا and your password is pass ctrl s تانى وهنيجي نروح هنا اهو وهنعمل refresh طبعا هنا اهو ماشي جميل بس طبعا هنا اهو لو جينا برضو عملنا refresh هنلاقي طبعا هنا اهو هنا welcome وهنا welcome بتاعتنا وهنا هنروح طبعا هنا ال dev بتاعنا وبعد كده ال h2 tag ودخلنا بعد كده على ال h2 tag اتقفلت وبعد كده تفتح التانى ال h2 tag وبعد كده كاتبين هنا الجزئي دي جميل جدا احنا الوقت اللي عايزين نعمل style طبعا الجزئي دي هتبقى سهلة جدا هنيجي ننزل في جزئة ال style بتاعتنا وهنيجي هنا اهو info وهنيجي نقول max max width برضو هيبقى 400 بيكسل وبعد كده هنيجي نقول هنا ال padding بتاعنا هنخلي 10 بيكسل وهنيجي ننزل تحت على اساس نحنا نقول هنا margin بتاعنا هيبقى 10 بيكسل برضو وبعد كده هيبقى auto وبعد كده هنقول هنا ال border بتاعنا هنيجي نقول هنا 1 pixel solid وهنيجي نلعب في لون gray هنغمقه شوية هنخلي 3 3 3 وطبعا بعد كده خلي دي خلي دي 6 6 6 على اساس ان احنا عايزين ناخد background بتاعتنا هتبقى هنا هوا 3 3 3 اخر حال خلاص عايزين بس نعمل ايه زي ال H2 tag بتاعتنا يبقى نقول هنا info .info H2 وعايزين بس نعملها display block وبعد كده هنقول هنا color بتاعنا هنخليه white ابيض وهنجي هنا FFF واخر حال خلاص هنقول هنا text هنخليه center ctrl s وهنجي نروح كده وهنعمل refresh الوقتي هنلاقي طبعا هنا هوا طبعا لسه كل المعلومات راحت لو انا كتبت هنا هوا من اول وجديد وقلنا هنا kiara alduino وهنا طبعا كتبنا kiara alduino وقلنا هنا send هنلاقي هنا طبعا welcome your name is kiara alduino and your password is kiara alduino يبقى احنا كده بدأنا نبص عجوز ايدي طبعا عملنا لها style عملنا لها كلها خالص لو جينا هنا ونقول مثلا ايه jayden alduino وهنا قلنا هنا عايزين مثلا jayden وقلنا send هنلا طبعا معلومات بتتغير فوق welcome your name is jayden alduino and your password is jayden جميل احنا الوقت لو شلنا ايهة خالص وقلنا عملنا هنا هوا طبعا انا هنشيل جوز ايدي وهنا قلنا send طبعا هنا لو جينا وقلنا send الوقت وقلنا welcome your name is مفيش ايهة خالص and your password is يعني اي حد ممكن يجي يعمل submit لنا وخلاص يبقى الموضوع انتهى لا طبعا احنا هنعمل كلاكات تاني مرة وهنشتغل على بس جديد هشوفكم المرة الجاية يلا سلام يا عرب